المبكبكة الليبية هنعمل شوية مبكبكة طيب لحمة دانية مكرونة وحمص عدس جبة بسلة بطاطس فول حراتي اللي هو الفول الاخضر بص الوتوم وفلفل حار وفلفل اخضر وصوص طماطم بقدو نذكركم هريسة ملح وفل طبعا هي بتعتمد على البكوليات بتعتمد على البكوليات بتعتمد على البكوليات ادي حبة الزيت ونصلي على النبي وانزل اللحمة بتاعت الاول بدون اي مقدمات بس اديها حبة ملح كده عشان ما تلزقش بكده خدت حقها في الملح بتاعنا ادي اللحمة هترنش عليها شوية وبعدين اقلب ليه؟ عايز اعمل لها شخصية بحيس ان هي متوباش مهرية اه اه شفتوا بقى نجلجلها بقى مش عايزها تجيب ميتها لازم تنشف عندي دي وعندي مقارونا مقصوصة او خواتم اي نوع ما نقلوها عن مقارونا هم هولك على حاجة هم بحب يحطوا مقارونا بس انا بعملها بطريقة جميلة وحلوة خليها تنشف انا ممكن اقادي صدمة لحبة البطاطس دي عشان ما تعجنشوا معايا وديها نصف تحميلة كده اذكر الله وصلى على رسول ما تنزلش باي حاجة غير لما تلاقي دي نشفت ما فيهاش اي مية شوات فلفل مقعب مرة بعدها تلماية قف وهتشاخل المعانا هم هم شايف يا باشا شخشالة اه بالشاخل المعانا يبقى نشفت المية بتاعتنا هم 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 هبت كركم هبت توم هم 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 الريح هطلع هم مش عايز اقولكو ده بصل هم 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 بوري هو مسلوه كويس بس برضو خليه يعيش معها الحمص ما نزلش بحاجة تاني بقى خليها اصل دي ما بتاخدش وقت كتير بس هي اللحمة وانا كل ما بشيك اطلع ليه مش عارف ايه ده عدس هريسة الله وهدي الماكارونا لها مسلوه ولا متحمرة كده هاي زم فلفلة طب ليه يا باشا عشان تكيد العوازل عندي الشوية تاخد غلوة بس وبعدين نحطها على الهادي هبا على فكرة المبجوبكة اليهاردة محمولة بجمال وحلاوة وبعد كده مفيش اهو لا مش اليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة